نروح اكتر بقى نتعرف على مباراة تونس بكرة ومصر وكمان استعدادات تونس وشاف المباراة ازاي واحد من نجوم الكرة التونسية وايضا نجم الصفاكس التونسي لكابتن عبد الكريم النفطي تحياتي لك يا كابتن عبد الكريم كابتن عبد الكريم النفطي تحياتي لك ومنور قناة الاهلي لك كابتن وسامة وبكل مشاهدي قناة الاهلي وجمهورها العظيم طبعا الاول ما بنقولك كابتن عبد الكريم النفطي دايما بيتذكره جمهور النادي الاهلي انه نجم كبير ويتذكره دايما في مواجهات الاهلي امام الصفاكس التونسي صحيح يعني مواجهات كانت كبيرة ببارشة وكانت مشاوقة خاصة في الفترة بين 2006 و2008 وذكرهات حلوة لحقيقة كان في احسن فريق بالنسبة لي في نادي الاهلي اشام كبار كثير والحقيقة كانت مباريات مشاوقة ببارشة وشيطاغية ببارشة كورة حقيقة لما بنقول المواجهات المصرية التونسية على صعيد الاندية بتكون مواجهات كوية ايضا على صعيد المنتخبات لا تقل اهمية بل بالعكس بتكون برضو مواجهات كوية كابتن عبد الكريم دي ما يكون يعني مباراة جربي بالنسبة ليانا يعني كل الوطن العربي يستنى المباريات الكبيرة بين المنتخبين المصري والتونسي الحقيقة مباريات مشاوقة انا احضرت يعني اخلطت على مباريات في التسعينات المباريات الشهيرة في المنزة اثنين اثنين وبعدين في الاياب في القاهرة اثنين اثنين كان محمد المحجوبي صعب الاربع اثنين بل بالنسبة ليانا الحقيقة دي ما ما فهمناش ما فهمناش تكاؤنات كبيرة دي ما بين المنتخبين دي ما تلقى جزئية صغيرة هي لتحسن المباراة للتاريخ دي ما من احسن مباريات على مستوى المغرب العربي مباراة المنتخب مصر وتونس لقيمة لوجود اكثر من اللاعب لقيمة الفنيين الموجودين خاصة في المنتخبات الناشئين وهذا مهم جدا انك تساعدهم بعض المنتخب الاول لقيمة الاطارات الفنية الموجودة على مستوى المنتخبين مهم جدا اليوم انك تقول ان القمة العربية او النهاية قبل النهاية انه منتخب مصر ومنتخب تونس يكونوا في نصف النهاية